نعمل الجلاش بحشوة القشطة البيتي بنعملها في البيت بصوا ومغطيها ازاي لازم تبقى مغطيها بالشكل ده عشان ما تنشفش مني القشطة دي عبارة عن حليب ونشا بس سكر لا سكر لا ليه احنا بنعتمد في التسكيرة بتاعتها على الصيرة باللي بنسقي بيها الجلاش حشين جلاش حشين نباسبوسة حشين كنافة ايا كان الحلويات اللي احنا هنحشي بيها القشطة دي او هنحشيها بالقشطة دي ما بنحط لها الصكر طيب ايه البديل للحليب والنشا حليب وسميت اللي هو دي السامولينة او دي البسبوسة ده موجود عندك ماشي ده موجود عندك ماشي هيديكي نفس النتيجة اللي الحلوانية برا بيعملوها طيب هنعمل ايه دي الوقتي هنشوف الجلاش بتاعنا جلاش بالقشطة كل اللي انا محتاجي لف الجلاش بيكون نوع طازة طبعا عشان ما تكسرش معايا معايا زبدة ومعايا الحشوة بتاعتنا ناريتر حليب وخمس معالق كبار من السميد او خمس معالق كبار من النشا خمس معالق كبار من السميد البسبوسة او خمس معالق كبار من النشا طيب مجرد ما بنحطهم بنقلبهم على البارد وبعد كده بنرفحهم على النار بدأوا يتقلوا معانا بصوا كده واروح مغطية الوش بتاعها علشان ما تنشفش منه بصوا ادي السمك بتاعها بصوا عمنا ازاي ما شاء الله عليها واسيبها تبرد حتى احشي بها ملازق للحشوة نفسها محتاجة في صدق بندق جوز هندس ديني السيرب طبعا بتاعنا متوسط بارد السيرب لازم يكون بارد علشان الجلاشة ما يطلع من فرن سخن لازم يتسقي بيه على طول وما تسقوش سيرب وتسيبوها قاعدة في الشربات شوية لا مجرد مسائته دقيقة وروحهم رفعين علشان انا عايزة الجلاشة بتاعتنا تبقى مسكرة تسكرة خفيفة ماجيش ان انا متشرفش شربات واجي اكلها على ايها بتنزل شربات لا انا مش عايزة حاجة زي كده فمجرد مسائتها دقيقة كده ولا دقيقتين وروح رفعها على طول من الشربات بتاعك طيب تعالوا كده نجيب الساق بتاعنا او الصانية بتاعتنا انا نشتغل بيها ونشوف هنعمل الجلاش بتاعنا ازاي بصوا كده الرخامة بتاعتنا طبعا نضيفة وهفرد عليها الجلاش ومحتاجة فرشة والزبدة بتاعتنا تكون سايحة مش شرط تكون سخنة الممن هي تكون سايحة هعمل ايه؟ الرخامة عندي نضيفة وزي الفل هروح عاملة كده نشتغل بالروحة خالص كده هروح عاملة كده دهنا كده انا هشتغل على الرخامة وبعد كده انقل للساق بتاعنا اللي بنشتغل اللي هنسوي فيه بالشكل ده كده اهو ما قطرش قوي برضو دي كلها السامنة ده عفوان او الزبدة دي للتورقات بتاعت الجلاش كده هروح جايب الورقة تانية لازم الجلاش يكون طازة علشان ما يكسرش مني كده بصوا هنعمل قد ايه؟ يعني على حسب بقى ما انتوا عايزين عايزين تعملوا الجلاشاية نفسها اربع ورقات خمس ورقات ست ورقات زي ما انتوا عايزين كل ما زودتوا الطبقات كل ما زودت لكم حجم قطعة الجلاش نفسها كده 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 عملت كم ده طبقة دلوقتي حد دلوقتي اهو خمس ورقات بالشكل ده كده بين كل ورقة والتانية دهنة من الزبدة هحط دي اخر واحدة عايزة تزودي قلتلك ما فاش اي مشكلة اخر واحدة ديت اللي هيتطبق عليها الجلاش مش هدهنها بصوا اهو كده اهو بالشكل ده وهجيب سكينة حامية انا بصوا بطلع الهوى بين الطبقات دي اخر طبقة هقفل بها طيب هجيب سكينة حامية واروح عاملة كده انا هالف دي كده علشان ما تنشفش مني ودي نفسي وسع كده شو انا باشتغل طيب المفروض ان اللي قدامنا ده نقطعه مربعات على حسب برضو حجم الجلاشة اللي انت عايزك يعني مثلا هامل كده ها كده سكينة تكون حامية بعد كده اقسمها على اثنين سكينة لي حامية علشان هي قطعة واحدة معي طيب عملت كده واروح عاملة كده قطعت الجلاش بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الورقة الجلاش تريت ما شاء الله اربعة فاربعة بستاشر قطعة تخيلوا بقى واحنا استخدمنا ايه ادي طبقة اتنين تلاتة اربعة خمس خمس طبقات بس تخيلوا لفة الجلاش فيها كام خمس ورقات والخمس ورقات يطلعوا لنا ستاشر قطعة فتخيلوا بقى لفة الجلاش ممكن تطلع لنا بسم الله ما شاء الله كام كطعة طيب هعمل ايه دلوقتي هبدأ احشي بصوا كده بصوا كده هعمل ايه راح عاملة كده هنا كده بحط الحشوة بتاعتنا في جنب في البوزة بتاعت ورقة الجلاش اللي احنا عاملينها عشان هلمة تانية عليها عشان يديني شكل المثلث بالشكل ده كده اهو عايزة حط عليها مكسرات مش هتقول لي لا عايزة اقاسبها سادة بالقشطة كده لوحدها برضو مش هتقول لي لا طيب بصوا بقى كده عندي الساق بتاعنا اهو الزبدة بتاعتنا دهنة بسيطة خالص دهنة بسيطة خالص دهنة بسيطة خالص اهو بالشكل ده كده وابدأ ارس الجلاش بتاعنا بصوا بقى كده معي بسم الله الرحمن الرحيم ادي اهي اول واحدة اهي بروح واخدها البوزة دي كده بالشكل ده كده ان هي تطلع كده اهي علشان تطلع لي مظبوطة اهي اضغط بس على الحرف كده اهي مش ضغطة جمدة لان انا عايزيها لما تدخل الفرن تبدأ تورق فالتورقات اللي هي واخدها زبدة دي هتبدأ تورق معنا وتبدأ تديني شكل في منتهى الجميل نرس كده جنب بعضه جنب بعضه عايزة تزودي الورقات مش هتقولك لا يعني احنا عملناها خمس ورقات مع بعض عايزة تزوديها وتبقى ستة تزوديها تبقى سبعة زي ما انت عايزة الحشوة دي عملناها ازاي حطينا الحليب وحطينا السميد كله على البارد قلبنا كويس قوي وبعد ما الخليط داب معنا بدأنا نرفعه على النار بدأ يتقل معنا ويوصل لخليط متوسط كده السمك ما يبقاش تقيل قوي رحنا رفعينه من على النار خالص سبنا يهدى وروحنا مغطيين الوش بتاعه بكيس تلاجة علشان ما ينشفش معنا وسبناها تهدى خالص قبل الحشوة طيب الحشوة بتاعتنا ديت ليها بدايل او ليها بدايل احنا عملناها بسميد وحليب ممكن نعملها بنشا وحليب اللي موجود عندي في البيت ومتاح اشتغل به بنحط لها سكر لا ما بحط لها السكر طب التسكيرة هتيجي منين؟ من الشربات اللي هسقي به الجلاش بتاعنا تاني مشغلينه على درجة حرارة مية وتمانين للجلاش بالشكل ده كده عايز اقول لكم على حاجة انا قلت لكم هوريكم لو انا عندي شبكة واحدة في الفرن اعمل ايه؟ طيب الشبكة اهل انا هستخدمها باجي في الارضية بحط ساك تاني بقلوب كده علشان يبقى في فرق بينه وبين مقلوب اهم حاجة يكون مقلوب عشان يبقى في فرق بينه وبين الأرضية بتاع الفرن لو حطيت شيء ما تتحريقش فوقتها بالشكل ده كده الصاج مقلوب علشان يبقى فيه مسافة اكني حتى شبكة وروح تحطى الصينية التانية هي الجلاش بتاعنا هيستوي على درجة حرارة 180 جلاش بتاعنا في الفرن ودي الجلاش اللي احنا عملناه اصلا نسخة من الجلاش بتاعنا وهطلع لكم اللي احنا عاملينه علشان اهو وهنطلع على ما نطلع عمل فاصل كده الجلاش طبعا ما بياخدش وقت وهو اصلا بدأ ما شاء الله الله هو اخبر ياخد لون عشان كده قلت لكم اعتبر مش عاملين نسخ بس انا قلت احتيه يوطي عشان الوقت بتاعنا لو سرقنا فعلوا بقى نطلع اللي في الفرن كفاءة وعليه كده بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم واللي تحت نطلعه فوق عشان ياخد اللون هو كمان وابدأ دلوقتي اعمل ايه عندي السيرب اهو بسم الله بص انا بصبه على الحتة الجلاش نفسها ودقيقة وهشيله ليه دقيقة وهشيله علشان انا مش عايزة ينز ينز عسل وانا باكله نا كده بس كده انا مش عايزة اكتر من كده بسم الله الرحمن الرحيم بصوا من الارضيه بتاعته وعيد الوش بتاعه وانتهى الجميل اشتركوا في القناة